حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً حققت الكثير من الإنجازات في العديد من جوانب الحياة تعد المبادرة أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديد يتاعد أكثر من 60% من سكان مصر بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيها إنجازات كبيرة حققتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطع الخاص للتصدي للفقر متعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً في محافظات مصر المبادرة أطلقها الرئيس سيسي في عام 2019 وتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشاطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم تعد المبادرة أكبر مشروع قومي تنموي في التاريخ الحديث حيث تستهدف تطوير 4584 قرية بتكلفة تقديرية تصل إلى 700 مليار جنيه وبما يساعد أكثر من 60% من سكان مصر في تحقيق حياة أفضل وذلك في العديد من المجالات منها التعليم والصحة خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة وقع رئيس سيسي وثيقة إطلاقها حيث تم تنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمتابعة إجراءات تطوير البنية التحتية لقرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية إشادات دولية وسعة بالمبادرة الرئاسية وسط مطالبات عالمية بتنفيذها في العديد من الدول النامية حيث وفقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج ونشر المبادرة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة